عندما نتحدث عن انهيار في حلب يعني حلب على وجه التحديد ربما كان الهجوم مفاجئا مباغتا ولذلك شاهدنا هذا التراجع وهذا الانهيار لكن فيما يخص حماة وإيضا الآن فيما يخص حمص ما السيناريو الذي ينطبق على كل هذه التفاصيل؟ اللي حصل في حماة كان المفروض يكون نقطة كسر التقدم لما لها من اعتبرات ديموجرافية إنها مدينة يعني علوية معظم الزباط الأجهزة الأمنية وبما فيها الزباط الفرقة 25 بقائد الفرقة منها بيحارب في بيئة صديقة فيها القرى العلوية القرى المؤيدة للنظام كان فيه مسافة تكتيكية يصلح فيها لمناطق القتل اللي هي المسافة من جنوب إدلب وحتى شمال حماة القرى كثيرة فيها وكان من الممكن كان فيه أسبوع تقريبا فاصل كان ممكن الاستعداد فيها وكان النظام بيتحدث عن أن فكرة حماة هي يعني عادتون أم المعارك وأنه خط اللي اسمح بيقتحامه السقوط السريع لحماة ثم التواجه إلى حمص المسافة ما بين حمص وحماة 45 كيلو كانت أيضا تصلح في المناطق دي لمناطق القتل قتل مش قتلوا الناس يعني مناطق قتال تحقق قتل للعدل المتقدم قتل اللي معاركه واللي بيترتب عليها أكيد ضحايا فكون إنه هو يوصل لحمص أساسا لو تجاوز حمص طريق مفتوح إلى البادية إلى تدمر إلى دمشق إلى درعة إلى مناطق طبعا الزبداني من القصير ومناطق الزبداني يعني مفتوحة شرقا وغربا والشمال طبعا الشمال مؤمن سواء كان من حلب أو من إدلب نعم سيد سمير قبل قليل ربما تحدثت فصائل المعارضة المسلحة بأن عناصر الجيش السوري ينسحبون من حمص تزامنا مع تقدمهم نحو المدينة وأيضا هذا ربما ما تحدث به المرصد السوري لحقوق الإنسان لكن وكالة الأنباء السورية نقلت عن مصدر عسكري بأنه لا صحة للأنباء الواردة بشأن انسحاب الجيش من حمص في ظل كل ما شاهدناه بالفترة الفائتة باعتقادك هل سنشهد انسحابات للجيش بدون مقاومة في ظل حديث الجيش السوري بأنه يعزز من قدراته العسكرية ودفاعاته في حمص حضرتك الجيش السوري نفى سقوط حمص وليلة نشر فيديوهات والصبح لقين العناصر هي التحرير الشام في حمص فمصدقية الإعلام أو البيانات على المحكة لكن الحرب بتحوى أكيد حرب المعلومات لكن الاحتفالات اللي احنا شايفينها في الشمال في تخوم حمص في الراستن يعني بتقول ان ما فيش عمليات عنيفة المفروض بيبقى فيه تسخين جابها يعني فيه عمليات فيه تيران فيه مدفعية اللي احتفالات حوالين حمص لا لا توحي بان هناك عمل قريب يعني وخاصة ان المفروض ان لو دخلوا المدن بتكون الميزة للعناصر من غير الدول اللي هو الميليشيات وحرب العصابات عن الجيوش النظامية وخاصة لنظرة أو قلة الميليشيات الرديفة والحليفة اللي بتدعم النظام في المعارك الصفقة ربما يعني هناك حديث تحدث ان حزب الله موجود في حمص او في مناطق غرب حمص لكن فكرة ان يجعل منطقة القتل داخل حمص عسكريا لا يصنع ولو افترضنا ان هو اجعلها مدينة قتل طيب ما يتحصن تلك القوات في باقي الاراضي المكتسبة في حماء وريف حماء ريف حماء يعني جايبها من سلمية في الشرق لغاية الغرب لغاية مسياف يعني مش فكرة المدينة انا بنتكلم في المحافظة وطالما تجاوز حماء يبقى ريف حماء الجنوبي اصبح لدى تلك الميليشيات ام خمسة مفتوعة مسيطرة عليه ام اربعة الان حمص هنحكي على ام واحد اللي هو بيطلع على الغرب اه فده ما بيقولش ان فيه اه حرب بتحصل ومقاومة تتناسب مع تاريخ وحجم الجيش السوري اللي فيه اربعتشر فرقة منها تلت فرق اقوات خاصة اه اربع فرق مشها سبع فرق مدرع ده غير يعني الميليشيات الدفاع الشعبي لو طردنا ما فيش ميليشيات تأتي من الخارج بالاضافة للاسناد موضوع المطارات اللي ستك بتعرضها هو اسلاح مهم لأي جيش نظامي المطارات تيارات لما في كل محافظة بيسقط المطار قبل المحافظة ما تبقى لهم المطارات اشتركوا في القناة